اشتركوا في القرآن الله سبحانه وتعالى رزقني بجوج ديال البنيتات ما كانوا زماني كاملوتها شي حاجة كونوا متفرغين لنا بزاف أنا وإسراء فأنا بغطي يعني نرجع لهم هاد الخير هذا الحمد لله اللي ختمت الختمة اللولة اللي كتقول ليه كان قوله واخا حتي ما هادت لا ثلاثة دبلاج ديال الدن أنا إلا قالوا لي أعطي القلب ديالها نعطيها لا من اللي كان بدون نحفظه أنا معمري ما ضربتها بعد على القرآن هذه بعد أول حاجة مليك تحفظ واحد تومون كنحطه القرآن كندرها وكندرعني ويعني وكنرتح وشويه كعنطان استيراحا كنكل تومون كعتني عليها عشرة درهم كنت كنتشجاه الحمد لله نحسيت فرسي حققت وحد الإنجاز كبير يعني الفرحة ديالي لا توصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يوقض من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمفال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ميجين مليح كبرشي مليح نشئي سراء السايح زي عريف تشكاخ يوذاني كمران زي عريف يشجعناه أهمري مجان ونشئي سياديريخ إن شاء الله يشلقارئة عالميا إن شاء الله أتشار في خيري فيين أحسن تشريف بديت حفظ القرآن مليكا عمري 6 سنوات كنت أدرس في العاتق وبعد ثلاث سنوات لم أستمر لم أستمر في العاتق وكنت حفظة ثلاثون حزبا ومن بعدها انتقلت المدرسة عمومية عادية وبفضل أمي يعني وخل مدرسة خصصت وقت القرآن الكريم بعيدا عن الدراسة كقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكري فهل ميمو الذكر خصصت وقت القرآن الكريم بعيدا عن الدراسة ويعني نقرت عشية في الصباح كنستغل الفرصة ونقرت عبتني الصباح كنحاول نستغل الفرصة في العشية كنت كان نشوف الأخر ديالي سنة كانت ختمات القرآن الملكة نعمرها 15 عام وأنا من ثم تشجعت قلت بلي أن نتينا بغيت نختم ونكون ندير واحد تاج الأم ديالي والأب ديالي بغيت نختم ويكون عمري أقل منا نختم الحضار كنت كانت ناس مع الأخر ديالي سنة كما حفظوا أنا وماما بوحدنا كان قل سعادنا واحد المكان خاص القرآن دايما كان قلسوا بحل ميتة كان نعودوا شيء آية كان نكملوا ديالي كان نتقلوا الأية واحدة آخرى كان نحفظوها كان نشركوهم ججمارات عودتاني كان عودوا معليها هيدا مش ميتنسوش عودتاني في العشية كان عود الرجع هديك هدك يعني لأقل كان نكون حفظوا حفظوا ينسوش ما كان صعيف كيمكن سهل كيمكن سهل كيمكن سهل عليها القرآن عاوني في الزب الحاجات في حياتي في الدراسة ديالي في المشروع ديالي ديال المدراسة في كل شي تقريبا يعني بفضل القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى كنصح الأطفال والتلاميذ اللي قدي و اللي صغر مني و اللي كبر علي يشفيه في السن أنهم يمشوف هالطريق قد القرآن الكريم ويخصوا أوقات يعني يخلي وقت اللعيب ويخلي وعبتني وقت دراسة يعني في نفس الوقت إنا كان عندك عربع ساعة خويق سقدر ويتستغلى في القرآن الكريم القرآن الكريم غادي شجعك في حياتك غايعونك في حياتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أواخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إفرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا اسم ديالي سنة السايح سنة 21 سنة من مدينة العرائش حاملة لكتاب الله من المملكة المغربية بدأت الحفظ ديالي مليكن عمري ست سنوات كانت الأم ديالي كتت ديني معها المسجد كنت كن مشي واخا كنت مازال صغيرة كنت عندي يعني كنت سريعة الحفظ يعني إلا مشيت معها وسمعت وصدق الله كانت كتت تعاود مع مع الناس اللي كي حفظوا كان رجال الدار كان عرض عليها هاداكش يعني اللي هي كانت كتت اللي هم كانوا كيحفظوا واخا مكوتش كان نقلس معهم صافي من لي يعني الوالدين ديالي بجوش يفوفي يعني هادا السرعة عادية اللي حفظوا أنني يعني كان ميل هادا المجر كتر فبدأوا معايا ودخلت لمدارسة تعليم العاتق والحمد لله أحفظ وختمت على لي ديال الأم ديالي آخر ما ختمت ختمت على لي ديالي الحمد لله وبالنسبة للختمة اللي عملت تقريبا خمسة ديال السلكة للحد الآن بالنسبة للقرآن والله رادم يعني غير بزاف الحاجات في حياتي بالخصوص يعني أنا بديت صغيرة يعني من بداية ديالي كاملة كانت مع القرآن ولكن كنشوف أنه غيري بزاف أولا كيفما أنا حفظ القرآن فالقرآن كيحفظني كيحفظني من بزاف الحاجات كيف تحلي أبواب الخير أي حاجة كم بغين عملها كتجي هيدك تلقائية كيكون فيها خير الحمد لله بالنسبة للأمنية ديالي للوالدين ديالي كنشوف أنه معانا ومعانا واحد معاناة صراحة أنا صعبة شوية ويعني ما كانوا زي ما يعني كيعملوا تشي حاجة كنوا متفرغين بزاف أنا وإسراء فأنا بغطي يعني نرجع لهم هذا الخير هذا الحمد لله ويعني بديت بدا بالعمران بغطي يعني أشي حاجة اللي كانت يعني فرحوا بيها بزاف الحمد لله وبغطي نوصل شي حاجة اللي نخليهم يفتخروا بيا واللي نخليهم يعني نرجع لهم ولوغي شوية مدكش اللي يعملوا معانا صراحة بالنسبة للمشاركة ديالي في المصابقة فأنا الحمد لله متلت الدينة ديالي أحسن تمثيل في المصابقة الوطنية اللي كانت على سعاد المملكة فكنا مصابقة اللي اخديت فيها المراكز الأولى الحمد لله وكنا المصابقة اللي اخديت فيها المراكز الثانية بالنسبة لآخر مصابقة كانت عندي الحمد لله ياربي هو اللي يوافقني وهذا الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى والولدين ديالي والنس اللي شجعوني كامنين بهم والنس اللي دعموني وبالنسبة لهذا المصابقة هذي كانت في رمضان والحمد لله فوزت بالمرتبة الأولى على صعيد الجهة وفوزت بجائزة عمراء إلى الديار المقدسة الحمد لله أنا كانت عندي غي سنة لهذا في ديالي خسني تختم القرآن تحفظ القرآن بعد في القرآن المقاريشي القرآن مقاريشي من دراسة نظرو الصراحة ودلت بجهود ديالي خسني والهدي يقرأ اللي ختمت اللي اللي كانت قوليه كان قوله واخا حتى إما هدت له ثلاثة دبلاج ديال الدهب ثلاثة ديال الدهب هدتهم له وقلت له ينا يلا قلت له نديرو شي فشتة كبيرة قلت له أبنتي اللي عندك عزيز مرحبا بي واللي ما عندك عزيز مرحبا بي أي واحد اللي عندو شي ابنيتات ولا ولا ولادات ولا اللي كاي صغاري والجملة تيجاه لها دي السنة فقدرنا لإسراء إسراء هذك المحبة ديالها متتصورشي تصام السنة أباقين دابة عزيزة تصام السنة يعني هي صغيرة قلب ديال أنا إلا قالوا لي أعطيها القلب ديالها نعطيها الله العظيم حكاش أنا كبير ولكن كانت من الناس إسراء كان كل مدينة اللي غادي تختم اللي بغيتي لبراقين كان 80 سنة بغيتي الله جد بنيتاتك أحمد لله شوش شوش بنيتاتك كنت تخيل أن بنيتاتك ستكون حاملة لكتاب الله لا كنت تخيل في الأول لكن باش ختمت السنة صافي بنت ليا إسراء سهل والله العادي سهل تختم إسراء سهل لاش أنا كنت كنت ندير الشغول ديال الدار ندير نطيب ندير كل شي ننطيب ندير 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 الحمد ندير الحوت اللي بغت إما ها باش نروما تحفظه بإسراء تحفظه تحفظه كانت معاه تحفظته كان بقى واحد تومون أنا كان جيناس هنا باش كانت تحشويش في النص نهار قلت لي باللاتي ما تطلعش كانت تلاتونص بالضبط دل نهار قلت له علاج أنا ما مخباريش لا تختم دل نهار ما كانت شعار كاش كانت كاي يخبو عليها بحث أنت مفجأة قلت لي قلت لي اثنين قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي تختم دابا كيف تختم سالين قلت لي هي تختم سجدنا الله سبحانه وتعالى شكرا الله سبحانه وتعالى كاخر كان دموع كاي هو دوبر فرحة الفرحة الفرحة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين عليه أفضل الصلاة والتسليم أنا الحلم ديالي شي واحد من ولادي يكون حميد لكتاب الله الله سبحانه وتعالى رزقني في جوج ديال البنيتات أنا كنت كانت منها غير واحدة الله سبحانه وتعالى عطاني جوج أنا عمره ما قررت فيلم دراسة إحنا من جبل الريف وما كانوا شي كي يخلي ولدهم يقروا في ذيك الوقت هادك أنا حتى تزوجت ولت ولادي عاد بديت كان قرأ عملت عامين دي المحوى الأمية ومن بعد في نفس العام النيت كان نحفظ القرآن فضل القرآن حدنا تبنت حدنا ومشيت كان نحفظ أنا هاد الشي كامل بالفضل ديالله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله أنا كان شكر الأستاذ ديالي لي أستاذة نورا أنا ما غنساش الخير دياله أبدا هي اللي وصلتني هاد الشي اللي فيه أنا ولي فيه ابناتي دابا صراحة هي اللي درت معي واحد المجهود كبير ملي كان بدو نحفظه أنا مع مري ما ضربتها بعد على القرآن هذي بعدها أول حاجة ملي كتحفظ واحد تومون كنحطه القرآن كندرعها وكندرعني ويعني وكنرتح وشوية كعنطان استيراحة فهمتي إحنا أصحابة أنا وياها دروري شحة المهم ضروري شحة فهمتي ولكن الصراحة هي صراحة ماشي سهل في نفس الوقت ماشي صعيب هاد الشي هادا أخصو الصبر بعدها هذي أول حاجة يكون عندك تسع الخاطرة بزا بجتم اشتي باش تقري بنتكو لأولدك ماشي سهل تقري للأطفال ماشي ولادك يمكن يجوك شوية سعوة لكن باش تقري ولادك باش تضبطهم بعدها يقلسوا معك راه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى وهي مسكينها صافي ملي صافي يعني صافي ملي خداد دكش يدخلها في يعني في يعني في فراس هادك شي إياك تقولي أجي نحفظه أجي مما عافق أجي وخاك يكون عندك شغول كان سمح في ذلك الشغول وكان ماشي نقلس حداها الحمد لله أنا حسيت فرسي حققت وحد الإنجاز كبير يعني الفرحة ديالي لا توصف الأمنية ديالي كان طلب الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل شعرين وما كروهية ربي ويحفظهم وكانت منه لهم مسيرة موفقة إن شاء الله وفي الدراسة ديالهم وفي كل شي ديالهم يعني في الحياة ديالهم في كل شي في كل شي كان ندعي معهم دايما كان ندعي معهم وكان طلب الله سبحانه وتعالى كنوا قارئة عالميين وكونوا عندهم واحد لمستقبل مزيوان ويشرفون أنا والوليد ديالهم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد